تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من رصد خبري اللي بتجيكم مني أنا محمد عواد عبر قناة سيلفي سبورت الأكتر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى ليفربول بطل دوري 2019-2020 ما زال يلتزم الصمت في كثير من المراكز في سوق الانتقالات الأمر اللي جعل جماهيره أو بعض جماهيره تغضب وتنتقد الإدارة وتتهمها بعدم الطموح لاستعادة اللقب اللي جردهم منه مانشستر سيتي الموسم الماضي النادي حتى الآن ما تعاقد إلا مع مدافع لايبسك إبراهيم كوناتي وما عمل على تعويض فينالدوم وحتى لاعب الوسط البلجيكي يوري تيليمانس اللي زاد الكلام عنه لفترة يبدو في طريقه لتجديد عقده مع ليستر سيتي وباقي أخبار الانتقالات المتعلقة بليفربول معظمها من مصادر ضعيفة القوة والموثوقية وهو بيوحي إنه إنه إذا ما صارت مفاجأة فليفربول رح يبدأ الموسم الجديد بالتشكيل الحالي فقط وهو أمر بيشوفوا كثير ناس إنه لا يكفي للمنافسة على الألقاب لكن هناك عوامل تقف وراء هذا الصمت الليفربولي أولا هو مثل معظم الأندية اتأثر في جائحة كورونا وتأثر كان كبير شوي لكن هناك أمر آخر يجعل ليفربول مقيد من حيث السيول المالية أكثر من غيره من الأندية الكبرى في إنجلترا فحسب بعض التقديرات إنه دي استثمر ما يزيد عن 120 مليون يورو في البنية التحتية هذا بيشمل المركز التدريبي الجديد اللي افتتحوا الموسم الماضي كما إنه طور مدرجات أنفلد وعمل على توسعتها وهي مبالغ كثير أثرت على ميزانية ليفربول ومرونته في التحرك في سوق الانتقالات وفي سبب ثالث بيساهم بهدوء ليفربول في الصيف حتى الآن وهو ما يبدو استراتيجية الحفاظ على أسماء الموجودة قبل التفكير بأسماء جديدة ليفربول بدأ بتجديد عقد أرنولد ظهير الأيمن ومن المتوقع ينضم خمس لاعبين لهذه القائمة من المجددين أبرزهم طبعا محمد صلاح وأليسون وبالتأكيد القائد هندرسون حتى لا يتم خسارته مجانا يعني ليفربول اتبع استراتيجية شراء الاستقرار بدل من شراء اللاعبين حتى اللحظة وتجديد العقود دائما بيجي معاه زيادة بالأجور وهذا بيرفع فاتورة أجور ليفربول اللي لابد يعوضها من ميزانية الانتقالات في كل هذه الظروف يبقى هناك تفاؤل بأن يتحرك ليفربول لو توفرت فرصة جيدة مثلا لو استطاع استعارة ساول على أنه يشتريه في الموسم الجاي مش هيتردد أو هذا الموضوع ممكن يحصل مع أرون رمزي لاعب يوفنتوس اللي بيبحث عن عودة للبريميرلي يعني فيه أمل بصفقة لكنه مش كبير بس خلونا نفترض بأنه ليفربول بيش هيعمل أي صفقة فهل تكفي تشكيلته الحالية للمنافسة؟ في الحقيقة عدم تطوير الجودة مقارنة بالمنافسين أمر مقلق وهذا الشيء هيخلي الفرق اللي متأخرة عن ليفربول يتقرب عليه أكثر واللي كانت متقدمة عليه تبدو في موقف أفضل تنافسيا لكن من حيث العمق وبالمنطقة بنحكي يبدو تشكيل ليفربول بيملك عدد كافي من الأسماء في كل خط يعني ربما تدك في بعض الخطوط مثل الأظهرة ليست بجودة الأساسيين لكن هناك عمق مقبول للتشكيل في كافة الخطوط عمق يكفي لخوض موسم طويل ويبقى الرهان دائما على يورغين كلوب وقدراته الكبيرة في إخراج أفضل ما لدى لاعبية فما توقعاتكم لموسم ليفربول؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر